اشتركوا في القناة المستبعدة بشمال السحراء منطقة الوحاد بالسحراء الوسطى مع نشاط رادي سيخص اقصى الجنوب الجزائري الاجواء غائمة جزئيا بالنسبة للمناطق التي تقع بالجنوب الغربي للوطن للاشارة فقط زوابع رملية ستكون بكثرة فيما يخص السحراء الوسطى شمال السحراء وصولا الى المناطق التي تقع بالجنوب الغربي للوطن خلال هذه الليلة ولصباح تلغى درجات الحرارة الدنيا لتقارب ذلك تلدرجات لكن تحت السف بالنسبة للبيض الغواطن عامة درجتان دون السف بالجلفة والتيارة درجتان بالعصبة اربع درجات بوهراء المستغانم درجة واحدة بقسانطينا سطيف وتزيوزولا تتعدى ست درجات بشمال السحراء 15 درجة فيما يخص ايديزي 19 بأدرار 18 درجة بإنسالة 21 درجة فيما يخص برج برج مختار انكسا عن ظهيرة الغد الحرارة القصوى ستنخفض اذا 9 درجات بالجلفة وقالما سوقها ستبسة 10 درجات بباتنا 11 بقسانطينا سطيف 15 درجة بتزيوزو 16 بعنبس كيكدا العاصمة بمرداز 17 درجة بوهراء نوى مستغانم 19 بيتديمسان 18 درجة بشمال السحراء 20 بيتندوف 23 بأدرار 25 درجة بإنسالة ترتفع كلما تجهنا نحو أقصى الجنوب الجزائري لتقارب 37 درجة من ملحة والصيد البحري البحر سيبقى قليل الاتراب على طول الشرية الساحلي سرعة الرياح لتقارب 30 كم في الساعة الرياح ستأتينا وفق سيرات شرقية شمالية شرقية بالنسبة لكل السواحل هذه أحوال التقص هنا بها الجزائر خارج الوطني لأمريكا الشمالية إن الثلود ستكون في الموعد بالنسبة لمغيال مع 3 درجات دون السف نيويورك الأجواء غائمة كلية مع 9 درجات نفس الأجواء بواشنطن مع 15 درجة 129 درجة الأجواء مشبسة تماما بميكسيكو مع 26 درجة نفس الأجواء بدالا 27 درجة 28 درجة بكاليفورنيا وفي الأخير في فانكوفير أن الأجواء ستكون مبطرة تماما درجات الحرارة القصوى لن تتعدى 12 درجة أما عن شروق الشمس لخص الجزائر العاصمة وضوحها نهار الغد الفاتح من شهر مارس سيكون في حدود الساعة السابعة صباحا و18 دقيقة على وين مصلحة أرصاد الجوية تبقى دائما في المواعد أشكركم على المتابعة وفي أبن الله